عودة من جديد لاستكمال بقية أخبار حصدنا لهذه الليلة إذن أكدت وزارة الدفاع السعودية من خلال البيان من خلال البيان صدر لها يوم ثلاثاء أنه تم إزالة أي تهديد للسعودية وحدودها من الميليشيات الحوثية وميليشيات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح يحدث هذا في الوقت الذي أعلنت فيه قيادة التحالف اليوم الثلاثاء انتهاء عمليات عاصفة الحزم بعدما حققت أهدافها وبدأ عمليات عادة الأمل التي ستكون وفق قرار مجلس الأمن وسرعة استئناف العملية السياسية في اليمن وتهدف لحماية المدنيين واستمرار مكافحة الإرهاب